تشجيع الأدب والأدباء هو الهدف الذي حملته الطبعة السادسة من فعالية جائزة آسيا جبار للرواية طبعة خاصة عرفت مشاركة مؤلفين أجانب لأول مرة وذلك خدمة لثراء الثقافي وتعزيزا لصناعة الكتاب هي عودة مستحقة ملحة وضرورية لما لها من رمزية حيث أنها تعد جسر التواصل بين أجير الكتابة وأزمينتها كيف لا وأسيا جبار هي السيدة الضليعة بمجالات الأدب والسينما والبحث الأكاديمي أيضا العدد كان كبير نسبيا على خاطر عامين اللي فاتوا مع جدرتش الدورة بسبب الجايحة كوفيد المستوى كان معقول كان مهم يعني مستوى يتماشى مع تطور الرواية في الجزائر توزيع جوائز المسابقة تم حسب الفئات المتنافسة ليحققها الأشدر ويأخذ نصيبه من الثناء تحت تصفيقات الحاضرين في وقت تم تكريم السيد رئيس الجمهورية نظير مجهوداته في خدمة الأدب هذه الجائزة تعني للكثير لأنها في طبعتها السادسة ثانيا هناك لجنة القراءة أو لجنة التحكيم هي لجنة علمة ووزنة صهرة أدبية بامتياز وسير على خطف طاحل الأدب وتكريم خاص لهم من خلال جيل جديد من المؤلفين الشباب في جزائر القلم